دوبامين فلما تعلم أخده من حتة تانية ببقى تمام مش محتاجه قوي من حتة تانية طبعا الحاجة التانية أنه المشكلة أنه هي ممكن تأثر على حياتك الزوجية في المستقبل أو حياتك الزوجية في المستقبل لأنه أنت بتتعود على مشهد معين مشهد دافل أنت بتعود على مشهد معين فلما حتلاقي أنه الحياة في البيت مش كده خالص بالنسبة لك هيبلغ فيها غلط فأنا مش هكامل الحاجة التالتة أنه هي وعلى فكرة اللي بتعمل كده كمان مش بس الأفلام الإباحية البلاي ستيشن بلاي ستيشن تم كده برضو أنه هي بتحفر طريق معين في المخ هو ده الطريق الوحيد اللي أنت بتنبسط به لما تبقى تلعب مثلا لعبة عنيفة أو فيها أتل أو فيها مثلا سباء الحماس اللي بيحصل برضو جزء كبير منه دوبامين أنا بتعود على الحفرة دي في المخ فيش حاجة تانية بتساعدني فهي خطرها أنه هي أبعين طبعا بتبتدي أنت وفليستيشن بقى كمان هو مش شايف نبيع منه حاجة حرام أما طبعا زي لعبة بيدوس فيها أكتر فبتزداد عنده أكتر طبعا بتزود العنف وبتقلل تركيز وكل حاجة برضو مع كده أنه الأفلام الإباحية بتقلل تركيز قوي قوي بعد شوية وبعد وكمان بتساعد على العزلة لأنه طبعا مش هتفرج على فيلم إباحي مع الشعب فأنا هتفرج لوحدي وبعدين بحس بعد كده بشعور بالزنب فهنعزل زيادة لأنه ببتدي أفكر بعد كده أنه الناس اللي بتحبيني أو اللي بتشكر فيها أو اللي أنا شايفة أنه مثلا فلان ده شخص عظيم لا ما أنتم متعرفوش الحقيقة ما أنتم متعرفوش أنا بعمل إيه والباب مقفول فبتدي أنعزل زيادة وابتدي أنا بكسر في ثقتي بنفسي زيادة وبيبقى أصعب وأصعب أن أنا أعترف لحد أن أنا عندي مشكلة زي كده فبرتح فيها منها عارفة حلقة مفرغة ما بتكسر بالزبط بتكسر إزاي بقى؟ الرياضة أحد الحلول الرياضة مهمة جدا أن أنا أصاحب ولادي في حاجة زي كده أنا عارفة طبعا أنه بيبقى صعب شوية على الأم أن هي تتكلم وصعب على الولد أنه يكلم مع أمه في حاجة زي كده لأن طبعا لأنه أنا أنا بتعامل مع الأنسة على أنها شيء في الأفلام دي فبتدي صعب أتكلم مع أمي في حاجة زي كده تمام؟ فمحتاج أنه الأب يبقى لازم بقى فيه راجل لو الولد محتاج يبقى فيه راجل فحياته حد من أهل استخداء خل عم الأب نفسه لو الأب موجود أخ كبير أخ كبير حد مناصق فيه مدرس محترم ينفع يوجهني في حاجة زي كده ما يتعاملش مع الولد على أنه أنت بتعمل جريمة يتعامل مع الولد على أنه حبيبي فقال إحنا ما نميزه مش صح يحصل ما مش صح إنما لو ما وقفتوش هيخذك ويمشي فالولد محتاج يبقى عنده استعداد أنه يعني هلناس لما بتجيلي في العيادة بتتكلم نايم بتتكلم لما بتحسن أنه ما فيش حاجة هتقولها هتخدني تمام في حاجات أنت عارف أنها مش صح فأنا مش محتاجة أقول لك يا هرقتي إيه اللي أنت عملته ده لأ أنا هتعامل معاك على أنه قطيب تمام يتعامل مش صح وقازي حياتك تعالي بتيجي نشتغل مع بعض فيه لما الولد أو لما أي حد يحس أنه هو مقبول فبيبقى استعداده أنه يتكلم في اللي هو مكسوف منه ويفضل مقبول أعلى أن أنا محتاجة أحسسه أنه فيه فرق ما بين البني آدم والتصرف أنت أنت بتتصرف تصرف غلط مش أنت غلط أنت بتصرف تصرف مش صح مش أنت بني آدم وحش محتاج حد يتعامل معاه في النقطة دي ما يبتدي يعرف يفتح زي ما كنا قلنا قبل كده نفضح الفكرة بدل ما نقفل عليها جوانا بعرف أتعامل معها بشكل أحجم بكتير ما نحنين